متحججة بالحفاظ على الأمن ونظام العامين سلطة الأمنية بالمغرب تمنع مسيرة احتجاجية كان مقرر تنظيمها اليوم السب بمدينة الدار البيضاء كانت قد دعت إليها تنسيقية الجبهة الاجتماعية المغربية تنديدا بتواصل ارتفاع الأسعار وتدني القدر الشرائية بالمغرب والتضهيق المستمر ضد الحرية الفردية وكذلك التطبيع مع الكيان الصهيوني الجبهة الاجتماعية وصفت في بيان لها منع المظاهرات التي أعلنت أكثر من عشرين هيئة وتنظيما نقبيا وحقوقيا وسياسيا المشاركة فيها بالمنع التعسفي غير مبرر ما يؤكد مرة أخرى إصرار النظام البوليسي قمع صوت الشعب والتضهيق على الحقوق والحريات معتبرة الإجراء مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطة واستبدادها مقابل ذلك اعتبرت صحيفة النهجة الديمقراطي أن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لم يعد مجرد قرار للخارجية المغربية يمكن فسقه أو تجريمه بل إن إسقاطه بات من مقتضيات التغيير الثوري وهو أرضية الوحدة النظرية ووحدة مصير شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر